في استطلاع بيبرهن ربع الناخبين النمساويين يرغبون في حكومة بدون أحزاب يمكن الاستطلاع ده أظهر أن في ربع الناخبين عايزين حد بدون أحزاب يعني زي ما تقول حكومة تكنقراط وإن كان الجزء الآخر بيصوتوا أن حزب الحرية هو الحزب القادم وهو رقم واحد في النمسا في الانتخابات القادمة وإن المركز الثاني بيتقاسمه الحزب الاشتراكي وحزب الشعب فاعتقادك أن لو جات حكومة تكنقراط هتكون تأثيرها بصورة إيجابية على الدولة النمساوية فعلا 100% سيد الكريم دائما حكومة التكنقراط بتكون عبارة عن وزراء مختصين عبارة عن أشخاص لديهم الخبرة في إدارة الملفات في الوزارات الموكلة إليهم الفكرة يعني إحنا ليس بتقييم التكنقراط لأن حتى الأحزاب في معظم الأحيان يخرج أيضا شخصيات قيادية فعلا تصلح لإدارة العديد من الوزارات ولكن لماذا اليوم ربع الشعب يا سيد الكريم أنا أعتقد لو هذا الاستطلاع أخذ حقه في الانتشار سدقني ربع نصف الشعب على الأقل بيقول لك أنا ما عد بديه لا أخضر ولا أحمر ولا أزرق ولا تركيز ولا بينك ولا أي حزب آخر بكفينا بكفينا انتماءات حزبية معينة هي التي هي التي تتجاذب أطراف السياسة فساد فلسات غلاء يعني كل الأمور بتقول لك الناس لا خلينا نجرب خلينا نجرب حقومة تكنقراط على فكرة أنا ممكن يكون عندنا برضو مشكلة ويلجأ رئيس الجمهورية كده لأن هو هو مش معه أن يدي حزب الحرية تكليف بالوزارة حتى لو جه الحزب الأول هندخل في مشكلة يبقى كده هيعيد هو يطلب من رئيس الحكومة أن يعمل حكومة تسيير أعمال ونلجأ الانتخابات مرة تانية أو يفك الوزارة كلها ويحل مجلس الشعب ويبدأ برضو يسند لحكومة تكنقراط ونلجأ إلى انتخابات جديدة يعني إحنا مش بعدين عن نحن نلجأ للموضوع ده أن يكون هناك حكومة تكنقراط زي ما كنا قبل الحكومة الأخيرة بتاعة سيباسين كورتس نعم نعم بريكت بيرلين نعم فهذا الشيء ممكن جدا سيدة الكريمة فعلا مثل ما تفضلت في حال على سبيل المثال حقق حزب الحرية المركز الأول الرئيس النبساوي رفض أن يوكله بتشكيل الحكومة طيب الحلول بدأ يدقل للحزب التاني طيب برك الحزب التاني كمان رفض يتعامل أو ما توافقت الأحزاب طيب برك يدخلنا بفوضمة فصراحة كل القراءات كل القراءات تشير إلى أن فعليا النمسا بعدها يعني في ظل الانتخابات المقبلة ستدخل في فترة اللاحكومة لفترة يعني لا بأس بها بصراحة ممكن أن تمتد إلى ما بعد بداية العام المقبل 2025 يعني نتمنى الاستقرار في جميع الحالات ترجمة نانسي قنقر